أهلا بحضراتكم مرة تانية نقطتين مهمين جدا عايزة أكلم فيهم قبل ما ندخل في التفاصيل وقبل ما نروح لفندق النادي الأهلي النقطة الأولى مرتبطة بالجمهور أرجوكم 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 إحنا في لحظة حاسمة في مشوار بطولة مهمة جدا لنادي الأهلي وإنتوا عارفين وإنتوا بالسانكم اللي بتقولوا إن البطولة دي والدولي ده مختلف وغير وأكدتوا مرارا وتكرارا إنه مش معنى النادي الأهلي إنه حصلت كل الألقاب دي في خلال الفترة الأخيرة إنه ممكن يفرط فيه النادي الدوري وقلت البطولة دي حياة وموت إذا كانت دي هي رغبة جماهير النادي الأهلي فأرجوكم بركزوا بس 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 مع فرقتكم يعني من هنا اليوم 27-28 مش محتاجين نعمل أي حاجة في الدنيا ما تخلوش حد يستدرككم لمعارك وهمية وما تخلوش حد يدخلكم في حالة شحن وتوتر إحنا في غين عنها إحنا محتاجين كل محتاجينه نركز مع فرقتنا وندعمهم لأنه في اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها البطولة ما زالت في إيدينا يعني أنا مش بقول كده ثقف في فرقتي بس لا أنا بقول كده لأنه حسابيا ورقميا الأهلي محتاج يكسب الثامن مطشوات اللي أولهم مطشو النهاردة يقدر يحسم البطولة من غير ما ينتظر ومن غير ما يبص ومن غير ما يشغل باله بأي حد بالمنافسين عشان كده محتاجين نركز مع فرقتنا في الأيام اللي جاية دي في الثامن مطشوات اللي جايين نوصل لهدفنا وافتح كل الملفات ونتكلم في اللي أنتوا عايزينه بس خلونا نحسم الأهم في المهم أننا عندنا الأول بطولة الدولي وإن شاء الله بإذن الله كنا بنغني ومنحتفل لسه من قريب مش من بعيد من كم شهر السلسية والربعية وعايزينها خماسية وإن شاء الله بإذن الله سوبر مصري وإن شاء الله بإذن اللي عندنا سوبر أفريق جديد البطولات مع الأهلي لا تنتهي ده نمر واحد نمر اتنين أرجع بقى المطشو النهاردة كنت بأتكلم على أنه من ناحية النفسية مهم جدا جدا طبعا إحنا عطلنا كتير ومش هقول دايعنا نقاط كتير لكن هقول فرطنا في نقطة كانت في منتعة الأهمية المرحلة جاية لا تحتمل التفريد في أي نقطة ما ينفعش تبقى تحت رحمة غيرك وبالتالي التركيز أعتقد أنه الفارق في النقاط هيبتدي إزالي